من كواليس ما حدث بعد مباراة الاهلي واتحاد العاصمة في نهاية السوبر الافريكي المباراة اللي اخسرها النادي الاهلي بهدف دون رد من ضربة جزاء ايه اللي حصل بعد المباراة؟ ايه اللي حصل من مارس الكولر بعد المباراة؟ اظن بقت حضراتكم تعرفوا جيدا مارس الكولر بيعمل ايه بعد اي مباراة فريقه بيخسرها او بيتعادل فيها احنا جابل لكم كل الكواليس اللي حصل بعد المباراة مباشرة مارس الكولر قال ايه؟ تعالوا نشوف مارس الكولر المدير الفني الاهلي زهر غاضبا وبشدة في غرفة خلع ملابس الفريق بعد المباراة تحدث مع اللعبين بنبرة حازمة بسبب عدم رضاء عن مستوى الكثير من اللعبين خلال اللقاء اللي خسروا الاهلي بهدف دون رد كولر قال للعبين نصا كولر قال للعبين نصا لازم تتفرجوا على المباراة مرة تانية حتى تشاهدوا الاخطاء التي وقعتوا فيها امام فريق لم يكن افضل منا ولكن نستغل الاخطاء التي صدرت منا نفس الاخطاء نكررها ولا نتعلم من الصابق لا يوجد لاعب نفذ التعليمات الفنية والجميع كان في حالة عدم تركيز لن يلعب معي اي لاعب لا ينفذ التعليمات او يكون خارج تركيزه لدينا مباراة قوية في الدورة امام المصري ولن اسمح باي اخطاء ده كلام كولر كمان كولر حرص على توجيه حديث البعض اللعبين بشكل شخصي مثل امام عشور ومران عطية وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وقال لكل واحد في يوم التالي امام عشور قال لي امام عشور ايه اتفهم عدم تركيزك في المباراة وعدم تفاهمك في بعض الاحيان مع زملائك كونك تدخل التشكيل لاول مرة لكن هناك بعض التعليمات حصلت عليها ولم تنفذها ولا يابد ان تراجع المباراة وتشاهد نفسك مرة اخرى حتى لا تكرر هذه الاخطاء اما مروان عطية فقال له ليست اول مرة تلعب بتهور وترتكب اخطاء مع الخصم في مناطق خطيرة من الملعب عليك التعلم من الاخطاء واللعب بحرص في المباراة المقبلة اما طاهر محمد طاهر فقال له لا تلتزم بالتعليمات الفنية ولا تستمع لما يقال اليك من الجهاز الفني وهذا امر لن اقبله في الفترة المقبلة اما صلاح محسن فقال له لا تلعب بفاعلية كبيرة وخصوصا امام المرمى وهذا او هذا الامر كارثي وعليك تصحيحه في الفترة المقبلة مارس الكولر خلال حديثه مع اللعبين اكد انه سيكون هناك تغييرات كثيرة في التشكيل خلال الفترة المقبلة نظرا لغياب كهرباء واحسين الشحات بسبب الاقاف ومن الارجح البدء بالسنائي بيرستا واريدا سليم كما وضع في حساباته اللعب بالمهاجم الجديد انتوني مودست خلال مواجهة المصري بالجولة الاولى من الدول طيب ده اللي قاله مارس الكولر كله يعني كله اتحاد الكولر المصري في اطار اخر يعني استقر على تعديل موعد ومكان مباراة منتخبنا الوطني الودية مع المنتخب الجزائري لتقام في مصر بدلا من الكويت يوم 15 او 16 اكتوبر اللي جاي بدلا من يوم 17 من نفس الشهر كما كان مقرر لهذه المباراة ده ليه عشان اتحاد الكولر بدري بدري كده عايز يمنع الصدام مع النادي الاهلي اللي عنده مباراة ذهاب ربع نهائي الدول الافريكي امام فريق سيمبا التنزاني على ملعب الاخير يوم 20 اكتوبر اللي جاي عشان كده الاتفاق تم على اقامة مباراة منتخبنا الوطني الودية اه مع الجزائر في موعد يبقى بعيد عن مباراة الاهلي وايضا موعد او اه تاريخ ما يعملش مشكلة او ازمة والمباراة تقام في مصر بدلا ما تقام في الكويت منتخبنا الوطني هيلعب كمان مع زنبيا يوم 12 اكتوبر المقبل بالامارات بدلا من الكاهرة كان مقارن المعسكر ينطلق يوم 9 اكتوبر بالامارات حلو حلو ان احنا نبقى فيه يعني فيه ترابط بين اتحاد الكرة وبين منتخبنا وبين الاهل لو نقدر نحلل الامور من بدري بس احنا متوفقين مش نرجع في كلامنا اللي يعوزه منتخب مصر يحرم على اي حد خلصنا خلصنا هتقول لي انتهي بتقول كده عشان الاهل المرة اللي فاتت والسوء لا الاهل عمل كده عشان اللي قابله عمل كده وانه دي عمل كده واتحاد يكون وافي اللي ده ووافي ده ووافي ده وكله خلصنا كل اللي خد خد خلاص استثنات كله خد استثنات دلوقتي ما بقاش فيه استثنات خلصت جربنا وبازت منا